اشتركوا في القناة الموافق السادس من يوليو من العام الفين وثلاثة وعشرين وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة الذي تقدمها الشركة من خلال الروض الموجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزان قبل ان نبتدع فقرة التحليل الفني نذكر بهم البيانات الاقتصادية الذي سوف تصدر خلال اليوم ولا تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا حزمة هامة جدا من البيانات على الدولار الامريكي تبتدى في تمام الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو خبر التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن الـ ADP وأيضا في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة يصدر أيضا معدلات الشكاو من البطالة وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة واربعون دقيقة يصدر مؤشر مديري المشتريات الخدمي أيضا على الدولار الامريكي وفي تمام الساعة الخامسة يصدر مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة توريدات الـ ISM وأيضا في ذات التوقيت يصدر على الدولار الامريكي أيضا خبر فرص العمل وتختتم البيانات في تمام الساعة السادي سامة سامة بتوقيت مكة المكرمة بصدور تقرير مخزون النفط الامريكي الخامل إذن أخواني العزاء قبيل صدور قنبلة البيانات الأمريكية الهامة الذي قد تشير إلى نسب التضخم في الاقتصاد الامريكي نشاهد مؤشر الدولار الامريكي ينجح بالارزداد وتخطي مستوى 103 وإذا استقرت الأسعار بالتداول على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وتلقي التأييد الإيجابي من خلال التداول علىها قد نشاهد الأسعار تعانق مستوى 103.500 وبتخطي قد نشاهد استمرارية إيجابية الدولار الامريكي وقد نشاهد أيضا استمرار الصعود صوب مستوى 104.400 ولن يلغى هذا السيناريو التفاولي الإيجابي إلا بكسر مستوى 103 وعودة التداولات أدنىها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد زوج اليورو دولار يعود مجددا أدنى داون تريند لاين واستمرارية التداولات أدنى مستوى 1.09400 قد تقود الأسعار للهبوط صوب مستويات 1.07800 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونشاهد أن زوج الباون دولار لا يزال يتمسك بالمكاسب أعلى الأب تريند لاين وحتى اللحظة استمرارية الأسعار أعلى الأب تريند لاين واعلى مستوى 1.26 وعشرون ألف لا يزال يرجح الكفة الإيجابية على الصعيد الفني ولن تلغى هذه النظرة الإيجابية إلا بكسر مستوى 1.26 وعودة التداولات أدنى إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان الملقب المجنون ونشاهد أن زوج الباون ديان لا يزال يتمسك بالمناطق الخضراء واستمراري التداولات أعلى الأب تريند لاين واعلى مستوى 1.2 وثمانون فاصل سبعمائة لا يزال يرجح الكفة الإيجابية الذي قد تسعى للصعود صوب مستويات 1.85 وثمانون فاصل ثمانمائة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي ويدخل الزوج في موجة تصحيحيها بطيئة إلا بكسر مستوى 1.2 وثمانون فاصل سبعمائة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي ونشاهد الأسعار لا تزال تتداول أدنى الداون تريند لاين واستمراري التداولات أدنى مستوى 1.67 ألف وإدنى الداون تريند لاين قد تعيد الأسعار مجددا لهيمنة الدولار الامريكي والسقوط صوب مستوى 1.66 ألف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ونشاهد الأسعار تحاول الدخول في موجة تصحيحية بطاقة تطال مستوى 143 ين ولكن لن نشاهد استيناف للصعود واستيناف للإيجابية مجددا إلا باختراق مستوى 145 ين والثبات أعلىها إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرات تركيا ونشاهد الأسعار لا تزال تتداول حول المناطق الهامة وفي الظل المناطق المضللة بشكل متمحور حول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولا نزال على نفس النظرة لدينا مفتاح الجلسة هو مستوى 26 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد ثبات الأسعار علىها وتأكيد هذا الاختراق قد يقود الأسعار لتحقيق المكاسب وصعود لمستويات 26 ليرة ونصف و27 ليرة على الشورت تيرم ولن تلغى هذه النظرة الإيجابية ويكبح مكاسب الدولار الأمريكي مؤقتا إلا بعودة الأسعار أدنى 26 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد إذن أخواني لعزانا انتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي وانشاهد البيتكوين حتى اللحظة استمرارية تداولاته أدنى الواحد وثلاثون ألف دولار لا تزال تكبده الخسائر وتفقد السيطرة للزخم الإيجابي للبيتكوين وحتى اللحظة لن نشاهد تأكيد على السلبية إلا بكسر مستوى 29 ألف وستمائة دولار والتداول أدنى ولن يستعيد البيتكوين إيجابيته وصحته إلا بالعودة على الواحد وثلاثون ألف دولار مقابل البيتكوين الواحدة والذي يمثل منطقة الحاجز النفسي لتخطي البيتكوين للضغوط البعية إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل الريبل ونشاهد الريبل لتعرض للضغوط البعية واستمراري التداولات أدنى الداونتريند لاين وأدنى الخمسون سنت لا تزال تكبد الريبل بعض من الخسائر الذي قدته به إلى الخمسة واربعون سنت وما دونها ولن يستطيع الريبل أن يعوض خسائره إلا بالعودة على مستوى الخمسون سنت إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل ملك الملاذات لا من الذهب ومثل ما تحدثنا أخواني لعزان سابقا ونوهنا من خلال الدروس الذي قمنا بنشرها سابقا على قناتي في اليوتيوب والذي تخص قاعدة السلوك السعري والذي تخص أيضا الكسر والاختراق وفسرنا عن كيفية احتساب الكسر وتحقق جميع شروط الكسر والاختراق وشاهدنا أن الذهب لن يستعيد عافيته وينجح باستعادة السيطرة على الزخم الإيجابي إلا باختراق مستوى الألف وتسعمائة وثلاثون دولار ولكن لم تحقق شروط الاختراق ويعتبر هذه المحاولات كمحاولة وكاختراق كاذب وتعود الأسعار مجددا للتداول في ظل المناطق العرضية في ظل المناطق المظللة واستمراري تداولات الأسعار للذهب أدنى مستوى الألف وتسعمائة وثلاثون دولار مقابل الأنصة الواحدة قد تعيد الضغوط مجددا على الذهب لتهوي به لمستويات الألف وتسعمائة ونعود مجددا على نفس الرؤية لن نحدد مسار الذهب على المدى القادم إلا بكسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية الماثلة ما بين مستوى ألف وتسعمائة وثلاثون دولار وألف وتسعمائة دولار مقابل الأنصة الواحدة ما لم يتم الكسر والاختراق نعتبر أن الذهب في حالة ترقب وتأهب ويستمر بالتحركات العرضية وبإذن الله سوف نتابع معكم أولا بأول جميع التحديثات من خلال خدمة البرودكاست المجانية على الواتساب ويمكنكم الانضمام إليها من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي التعليقات إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل النفط الخام ويستمر النفط الخام في تحقيق المكاسب وإذا نجح بتخطي مستوى 72 دولار مقابل البرميل الواحد قد نشاهد استمرارية الاندفاع صوب مستوى أربعة وسبعون دولار وستة وسبعون دولار على الشورت تيرم ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بفشل تخطي مستوى 72 دولار مقابل البرميل الواحد إذن أخواني لعزان كما توقعنا للفضات محاولات استعادة الإيجابية واستمرارية التداولات أعلى 23 دولار وتداولات الأسعار أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم التمنح الفضة الدافع الإيجابي للانطلاق والزحف صوب مستويات الأربعة وعشرون دولار وأربعة وعشرون ونصف ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بعودة الأسعار مجددا دون مستوى 23 دولار إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيقي يفقد بعض من الإيجابية أو إذا استمر بالتداولات خارج الأب تريند لاين وأدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد يدخل في موجة صحية هابطة تعيد اختبار نقطة المحور ونقطة البايفيت الماثل عند مستوى 2.5 والذي بكسرها سيفقد الغاز الطبيعي رسميا إيجابيته ويعود للضغوط البيعية مجددا إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مواشرة داو جونز الصناعي ومثل ما تحدثنا قبل ساعات في خدمة البرودكاست المجانية بالتحديث الصوتي لتحركات الأسعار على المدى القصير وقد ذكرنا أن مواشرة داو جونز سوف يتعرض لضغوطه البيعية طوال ما هو يتداول أدنى مستوى 34.400 واستمرارية التداولات أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم لا تزال تعرض الداو جونز لضغوط قد تهوي به إلى مستويات 34.100 وقد نشاهد مستوى 33.933.800 خلال التداولات القادمة ولن يستطيع الداو جونز أن يتحرر من الضغوط البيعية إلا بتخطي مستوى 34.400 والثبات أعلىها إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل المؤشر ستاندرد أن بورز الاسبي 500 وهو الآخر يحاول الاستفادة من التداولات الإيجابية وحتى اللحظة استمرارية التداولات أعلى الأب تريند لاين وأعلى مستوى 4360 لا تزال ترجح الكفة الإيجابية وتصنف جميع التراجعات كتصحيحات لا أقل ولا أكثر ولكن لن نشاهد مكاسب حقيقية وفرص شرائية جديدة للاسبي 500 إلا بتخطي مستوى 4500 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونشاهد مؤشر الداكس يتراجع ليقترب من مناطق هامة وحساسة جدا وهي مستوى دعوم رئيسية وهي مستوى 15900 والذي يلتحم معها الأب تريند لاين وحيث أن كسرها سوف يولد فرص بيعية ويعرض الداكس للضغوط البيعية مجددا الذي قدته به إلى مستويات 15700 و15500 على الشورت تيرم إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاكة الفرنسي ومع استمرار الاحتجاجات الشعبية في فرنسا لا يزال الكاك يتعرض للضغوط البيعية واستمرار التداولات أدنى 7400 وأدنى الداون تريند لاين لا يزال يرجح الكفة السلبية الذي قدته بلا سعار إلى مستوى 7100 ولن يستطيع الكاك أن يعوض خسائره ويتحرر من الضغوط البيعية إلا بتخطي 7400 إذن أخواني لعزان ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ومثل ما تحدثنا سابقا لن نشاهد مكاسب جديدة وفرص شرائية تخلق لمؤشر النازدك إلا باختراق مستوى 15300 وتخطيها حيث أن اختراقها سوف يولد الفرص الشرائية لاستهداف 15800 أما فشل الاختراق قد ينجم عنه بعض من التصحيحات الذي قد تطال مستوى 14800 إذن أخواني لعزائي لهنا نكون قد انتهينا انفقرة التحليل الفنية اليومية أشكركم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر